يا جماعة بالبيع وبالشراء في ثلاث مسائل بدي أنبه عليها المسألة الأولى فرضا أنه أنت بدك براد وراحت على الشركة قلتلون بقديشها البراد قالوا لك بألف قلتلون في مجال تنزلولي السعر فنزلولك يا للتسعمية للتمنمية للسبعمية يجوز قلتلون أنا ما معي بدي يا بالتقصيد فقالوا لك بألف قالوا لك بألفين قالوا لك بثلاثة آلاف يجوز نزلوا السعر رفعوا السعر بالتقصيد بالدين عاجل مؤجل كله يجوز ما دام من راسي لراسهم لأنه النبي قال البيعاني بالخيار ما لم يتفرقا هني حر بالسعر تبعا وأنا حر حبيت أشتري ولا ما حبيت أروح من عند غيرهم المسألة الثانية فرضا أنا بدي سيارة السيارة في الشركة حقها خمسة آلاف دولار فيجي ابن عمي ولا يجي بنك ولا يجي صديق لي يشتري لي هذه السيارة بخمسة آلاف دولار ويبيعنيها بستة آلاف هذه كبيرة من الكبائر الربا مقنعة حيلة من حيل الربا شو فرقت إذا هو يدينني خمسة آلاف وأنا أرجع له يا ستة آلاف بعد سنة ودخلنا السيارة وسيط كبيرة من الكبائر يعني أنا فرضا بدي بيت فأروح لعند البنك مشان أخذ قرض فيقولولي روح أنت دور على البيت مشان تصير المسألة حلال هيك على زعمهم فأروح أدور على البيت يقولولي هذا البيت فرضا نحقه خمسين الف يورو رح نشتري لك ياهم بيعك يا بستين لمدة سنة كبيرة من الكبائر حيلة من حيل الربا شو فرقت إذا دينتوني خمسين الف يورو وأما رجع لكم يا ستين الف يورو ودخل البيت وسيط بيناتنا وبيناتكن يا مشايخ يا علماء اجعلوها لوجه الله الكريم لا تفتوا بالربا قال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله قال ابن عبانس يقالي لآكل الربا يوم القيامة إلبس درعك وحمل سيفك فأنك ستحارب قالوا من أحارب قالوا تحارب الله قال النبي في صحيح مسلم لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه النبي في صحيح البخاري قال يجي تنب السبع المبيقات من بيناتن الربا فنصيحة لوجه الله انتبهوا النبي في صحيح البخاري من حديث النعماء من بشير قال الحلال وبين والحرام وبين فنصيحة لوجه الله لا تضلوا الناس لا تخربوا عقول الناس اجعلوها لوجه الله الكريم المسألة الثانية فرضا أنا دينت منك خمسة آلاف يورو قلت لي إذا رجعتهم ضمن السنة راح ترجعهم خمسة آلاف إذا تأخرت عن السنة فراح يزيدوا عليك أنا أقول مستعينا بالله في هذه المسألة والكلام وكلامي قد أصيبوا قد أخطئ إذا أنا أخذت منك خمسة آلاف وكنت واثق مية بالمية أنه راح رجع هذه الخمسة آلاف ضمن السنة فقولا واحدا يجوز وأعتبر الشرط الثاني معطل أما إذا كنت متردد يمكن أتأخر عن السنة فحرام راح أدخل في الربا كبيرة من الكبائر يا مشايخ انتبهوا سلام